هاي كيف كون؟ تمنى تكونوا بخير إن شاء الله يوم جاي بقراءة شهرية لبرج الحوت رح حاول أحكي فيها عن الأحوال العاطفية لإلك والشريك ورح تحدث كذلك حتى عن العزيب رح تحدث كذلك حتى عن الأحوال العامة لإلك يا برج الحوت بس بدأ أول شغل أنه هذه القراءة نطبق للبرج الشمسي قمر يطالع وفي إمكانية أنه تكون قراءة عكسية كذلك خاصة إذا تحدثنا عن الوضع العاطفي قبل ما يبدأ القراءة بأتي طلب منكم أنه تعملوا لي فولو على الإنستغرام طبعا تبعوني هونيك وشكرا لإلكون أوكي بالنسبة لإلك يا برج الحوت عم شوفك كأنه إلك مدة عم تقاتل من أجل نجاحك العملي أو حتى نجاحك بمشروع ما وبالأخير عم شوفك عم تستسلم وكأنه خلاص تعبت من البحث وراء هذا الشيء وكأنه خلاص يعني عم شوف فيه تعب يعني تعب كبير وراء اتباعك لهذا الحلم عم شوفك بالوقت الحالي ممكن واخد بوز أو واخد وقفي ما عم تشتغل على هذا الموضوع ممكن يكون علاقة أي شيء بالنسبة للشريك عم شوفه بالوقت الحالي كأنه بيشيل كل شيء معه كرامته مشاعره أحساسه ويذهب يعني لحاله لأنه عم شوفه يظهر بهذه الطاقة يعني مبارم ظهره ومتجه نحو حياته أوكي ممكن أنتم منفصلين أو مبتعدين وعم شوفه كتير بيقاوم مشاعره اتجاهك بيقاوم الأحساس التي يشعروا بها يبرش الحوت ومبتعد عم شوفه على أنه ممكن يريد موازنة حياته يريد العدل ممكن تكونوا أنتم مع بعض ممكن كنتوا بعلاقة زواج وهلأ في مشكلة بالمحاكم وفي قضية بالمحكمة ممكن في قضية الطلاق أو بدكن أن تنهو العلاقة بشكل نهائي عم شوفك أكثر تهتم للعمال أو تهتم للاهتمام بالعمال ممكن أنت عامل بلوق ما عم تفتح أبدا يعني طاقتك لهذا الإنسان وكأنه ما مستعد أبدا أنه تفتح طاقتك عم شوفك تهتم أكثر للمال ونجاحك المادي وكل البعض من كون يكون في حاليا انتهيت العلاقة بالنسبة للكون وعم تفكروا أنه تهتموا بالعمل وتهتموا بحياتكم ونجاحكم المادي يا أصحاب هذه القراءة عم شوف كذلك حتى الإنسان الآخر عم يشعر كأنه في خضة أو في صدمة بحياته أصحاب الشريك يشعر بصدمة عم شوفوا على هذا الإنسان ممكن بيفكر أنه يبدأ شيء جديد ممكن يبدأ علاقة جديدة يبدأ حيات جديدة من دونك كأنه أنت وصلتوا لنهاية الطريق وكل واحد بارم ظهره اتجاه الآخر عم شوفك لساتك عامل بلوك لهذا الإنسان ما عم تفتح باب تجاه الكلام أو الكمنيكيشن بيناتكم وحتى الشريك عم شوفه ممكن هو الإنسان هذا الإنسان عم يعيش بالماضي بخيال الماضي لأنه عم يتلالي مع السكس أوف كابس كمين هذا الإنسان بيعيش بالماضي وبحب يعني هذه العلاقة التي كانت كتير حلوة ممكن عم يتذكرها ممكن عم في كتير أمور تشغل باله لهذا الإنسان لساته هذا الإنسان مقادر أبدا أنه يعيش من دونك بس أنت كأنه خلص بالنسبة لك الأمر انتهى هون وما عم تفتح باب لهذا الإنسان أبدا عم شوف كذلك على أنه هذا الإنسان لساته عنده أمل أنه ترجع لحياة وأنه تفتحه باب جديد ممكن هذا الإنسان لساته عم ينتظرك لساته عم يستنى أنه يفتح باب اتجاه الصلحة والبدايات الجديدة عم شوفك أنت شوي هيك مهتم بحالك مهتم بأنعقتك مهتم بكتير أمور ممكن ما صرت تحتم أكثر للعلاقة كأنه العلاقة كانت تاخد من وقتك وأنت بالوقت الحالي ما عم تفتح هذا الباب عم شوف حتى لأنه يا برج الحوت صرت شوي متكبر على هذا الإنسان صرت ما عم تعطيه فرصة بسفة نهائية ممكن بالخطواته القادمة ممكن يتقدم لاصلاح الأمور بينكم ممكن إيه في شخص حتى في شخص ممكن يتدخل في مرأة ممكن تكون برج مائي ممكن تتدخل لكي تصلحها بينكم بس ما عم شوف الأمور ممكن تمشي على خير لأنه عم شوف لأنه عم تطلع لت ممكن تراجع الأمور ما تحسها أنه جيدة جدا أو أنه هذا الإنسان لا يستحق الصلحة وممكن تلفظ يعني العرض بشكل نهائي عم شوفك أنه في حدا عم يقدم عرض في شخص ممكن هذا الإنسان يتدخل أو يطلب من شخص آخر التدخل لإصلاح العلاقة بينكم ممكن هذا الإنسان كده عليك ممكن كان متلعب أو كان بيحب أنه يدخل بعلاقات ممكن هذه الأشياء خلت هذا الإنسان أنه خلتك أنت بالضبط أنه تقفل أبواب الصلحة أمام هذا الإنسان بس عم شوف في تدخل شخص ممكن هذا الشخص يريد إصلاح العلاقة بالنسبة للطاقات ممكن أنا عم شوف برش الأساد ممكن شوف الجوزاء القوس وعم شوف الأبراج الترابية النارية والهوائية وحتى الماء يطلع بهذه القراءة عم شوف بالنسبة للعزاب ممكن يكون في علاقة جديدة ممكن تكون في علاقة جديدة للبعض يكون في فتحة خير وعلاقة جديدة هذه العلاقة ممكن تنشأ بهذا الشهر وللبعض منكم ممكن تكون علاقة من الماضي ورجعت لأنه ما عم شوف في خصامات ممكن هذا الإنسان كنت متخاصم معه وممكن هذه الرجعة رح تكون بداية جديدة لبعض ممكن تدوج أنه تتصلحوا أنه تتصلح الأمور العلاقة بينكم وتبدأوا من جديد أما بالنسبة للوضع العام يبرش الحوت ممكن بالوقت الحالي تلجأ لعطاء صدقات وأموال لناس مستضعفين ممكن تحط شوي كتحب أنه تهتم بالأطفال أنه تهتم بناس كتير ضغفاء بالوقت الحالي برش الحوت بحب أنه يهتم بهيك ناس عم شوف كذلك حتى أنه عم تتواصل على الإنترنت عم شوفك حتى أنه أنت صرت منفتح أكثر إلى أشياء جديدة بالحياة حتى أنه عم شوف عم شوف في قضايا بالقانون ممكن هذه القضايا إذا كنت فاتح قضايا بالمحاكم فممكن الأمور تتصلح وتنجح حتى أنه عم شوف يا برش الحوت أنه في كتير طاقة القوة في طاقة المقاومة في طاقة أنه أنت بهذه الفترة عم شوفك بطاقة نارية أنت قيادي أنت بهذه الفترة عم شوفك مصمم إلى أن تنجح يعني عندك يعني عندك أهدف كتير كبيرة عم شوف على أنه صرت تحب حالك أكثر صرت تحب الأطفال صرت تحب المساعدات الخيرية والاهتمام بالناس الضعفة عم شوفك عم تلتج إلى العزلية برج الحوت عم شوف حتى ممكن أنه تكون بالوقت الحالي مواردك المادية مش جيدة أو ممكن أنت عندك أموال متنازع عليها بالمحاكم ممكن أنت لهلا عندك مشكلة بالمحكمة مشكلة تتعلق بالمال وعم شوف أنه هذا الأمر ممكن بهذا الوقت يرجع للسطح عم شوف على أنه كذلك في عجلة الحض معك برج الحوت عم شوف ممكن يكون في بداية يعني برم عقود بالوقت الحالي ممكن عقود عمال عقود تتعلق حتى بشراكات عملية هم شوف حتى للبعض منكم ممكن يكون في زواج اوكي هم شوف في موت علاقة أو موت شي كان بالنسبة لك جدا مظلم ما عم تشوف نتيجته هم شوف في موت هذا الأمر وبداية شيء جديد ممكن يكون في موت للبعض منكم في شخص مات إذا كان جد أو أب بالماضي فممكن تقبض فلوسه أو ممكن تقبض مستحقات تركها هذا الإنسان جد أو أب ممكن عم شوف على أنه ممكن تنشوف مشاكل تتعلق بالمال بس الطاقة العامة عم شوف في سعادة عم شوف في طاقة نارية كتير عالية أنت متواهج وعندك رغبة أنه تحقق كتير أحلام اوكي عم شوفك عم تسكر بابك تجاه كل شيء يظلمك يا برش الحوت كل شيء عم يجيب لك علاقات مثلا كانت عم تجيب لك علاقات أشخاص كانوا سامين بحياتك وعم تبدأ بداية جديدة نحو التألق والنجاح ممكن حتى يكون في شهرة بهذه الفترة أو يكون علاقتك بالوقت الحالي طيب جدا مع العاب عم شوف على أنه في أشياء تتعلق بالمحاكم يعني في كذا أمر يتعلق بالمحكمة عم شوفه عم يطلع للسطح اوكي عم شوفك عم تهتم شوي لصحتك لجمالك عم تهتم كتير للصحة وللجمال الخارجية برج الحوت بس عامة عم شوف الصحة جيدة عم شوف الأمور عم شوفك كتير عندك إنرجي أنه تبدأ إشياء جديدة عم شوف في طاقات جميلة لعلك يا برج الحوت ممكن تكون في شراكات في بدايات حتى أنه عم شوفك يا برج الحوت متألق بهذا الشهر بس عم شوف في قضايا ممكن تربحها تتعلق بالأموال أوكي ممكن أموال مشتركة أموال مثلا أموال القرث أو أموال تخص الشريك شريك الزواج كذلك عم يظهر على أنه أنت بهذا الشهر عم تقدم يعني خدمات للناس المستضعفين للناس اللي هني بالعائلة أطفال أنت بهذا الوقت عندك رغبة كبيرة أنه تقدموا ساعدات للناس هذه الطاقة كتير حلوة لعلك يا برج الحوت ساعد الناس قدر ما فيك يا برج الحوت هذا كل شي عم يطلع لعامة تاني عم شوف ممكن يكون عندك صداع بما يتعلق بالرأس ومكن كذلك حتى اهتم لقلبك عم شوف ممكن صحة القلب تكون شوي تعباني وارد جدا القلب ممكن اهتم حتى لمشاعرك ممكن حتى المشاعر إذا كانت يعني كتب الوقت الحالي متألم أو مجروح فممكن القلب يتعب بهذه الفاترة اهتم حتى لفكرك الداخلي او نفسيتك اهتم فيها كتير عم تطلع للدهايت بريستس حاول تهتم شوي بالنفسية ما تخلي الاشياء السلبية تفكر فيها بنسبة كبيرة حيضا كل شي عم يطلع لي بتمنى لك الخير والمسرات وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكو على قناتي وكذلك تزوروني على موقعي على الانستغرام